ادشنت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية جملة من مبادراتها في برنامج التحول الوطني كخطوة أولى لتحقيق رؤية السعودية 2030 وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المنظومة تضم 113 مبادرة ومن المقرر أن تسهم بأكثر من 53% من القيمة المضافة للنتج المحلي الإجمالية المبادرات التي معنيين بها بهذه المنظومة تصل إلى 113 مبادرة الأهداف التي سنصل إن شاء الله إلى تحقيقها من خلال الرؤية هي أهداف طموحة وإذا نظرنا إلى القيمة المضافة للنتج الإجمالي المحلي هذه المنظومة بإذن الله ستساهم بما يفوق 53% من الإضافة للنتج المحلي الإجمالي فالأهداف عظيمة ولكن القدرات إن شاء الله في هذه المنظومة ومن يقومون عليها ومن يعمل بها من أبناء وأبنات الوطن بجهودهم إن شاء الله وبتعاونهم وبالدعم اللامحدود من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وشركاء النجاح من الجهات الأخرى من الحكومة سنتمكن من الوصول إلى هذه الأهداف ترجمة نانسي قنقر